سريعا جدا المباراة اللي جاية يوم الحد مصر والمغرب طيب انا عايز اقول ان احنا الاستراتيجية او تكرار طريقة اللعب والاسلوب اللي احنا ابتدين بيه قدام كوديفور دايسة بالضرورة ان يكون كفيل بانك تحقق المجسد لان انا بقى شوف فيه اختلافات كبيرة جدا 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 ما بين المنتخب الافوري والمنتخب المغربي حتى لو قدرت تتكتر والدية المساحات امام المغرب هو منتخب قادر على فك هذه التكتلات وعندهم الفرقات الفردية عالية صحيح محريفة قادر على خلق الفرص بشكل متنوع ان هو بيلعب بكسافة في العمق اتنين مهاجمين صراحين فانت لو قفلت عادي هو قادر من خلال الاطراف يصل ويعمل قرات عرضية وعنده كسافة في العمق فقادر ان هو يصنع على الفرص فانا بشوف ان احنا قدام المغرب مطالبين بان احنا نلعب شوية نلعب لقدام شوية ان احنا نتقدم شوية ان احنا نتبغيتهم باسلوب لعب مختلف وان احنا جايين نهاجم لان منتخب المغرب عنده مشاكل دفاعية بيستقبل كتير كل المبارات بيستقبل فيها فاذا انت فجئته باستراتيجية ضغط وان انت بتحاول تهاجم من البداية انا بشوف ان احنا قادرين نزعجه وقادرين نخليه يتراجع للورا شوية لكن لو انت تراجعت وتكتلت هو بيفك التكتلات عنده لعيبة مهارين جدا زي سوفيان موفيل زي اشرف حكيمي قادر ان هو من خلال الكرات العرضية كمان التواجد في العمق كسافة جبيرة جدا اتنين مهاجمين يوسف الكعبي والنصيري الاثنين بلعبوا كرات رأسية هيل جدا وفي ناس بتتقدم من نصر الملعب وفي الكرات السابتة فانا بشوف ان احنا التكتل مش هينفعنا قدام المغرب اتمنى ان احنا يكون عندنا استراتيجية مختلفة وان احنا قادرين ان احنا نبغتهم ونهاجم من شكل مبكر يعني رأيك انه هيلعب باثنين بس في نص الملعب السلية والنني وحيحطوا قدامهم حد لا كيروش مش هيغير أربعة عدة ثلاثة ايها الاختلاف يحصل في أسلوب الضغط وطريقة طمعك في الحازم بديل حمدي فتحي بين بديل حمدي فتحي بنسبة كبيرة اشوف انه هيبقى وقع ومنطقي واعتمد على مهند لاشين يعني هو مش ايمن اشرف لا لعبها في كاس العرب لعبها ايمن اشرف في نص الملعب وانت جدا هو بيرجع بعمل سوريا لتحت وايمن اشرف يبقى على شماله واننني على يمينه لكن لو مش هكون مهند لاشين انا بشوف مهند لاشين مهم ليه اصلا هو لعب ايمن اشرف مدافع في خط الوسط صحيح وجرب مهند لاشين صحيح وجرب عبدالله السعيد يبتدي ويسقط لتحت وجرب تريزي جيه في ماتش نيجيريا تلت نص ملعب ايام زي ما كان بلعب في الاهلي قبل الاحتراف بيتجرب كتير اوانا ليه بقول مهند لاشين وليه منحز لمهند لاشين مش لمهند لاشين انا منحز للاختيار ده علشان السلية والنني في مركز المحور اللي هو مركز الادوار المعقدة اجادوا ببراعة وفكرة ان انت يبقى عندك محورين بيوجيدوا بهذا الشكل واللي حصل في المباراة الاخيرة محتاج ان انا حافظ عليه وعشان تحافظ عليه بلاش ترجع السلية تحت بلاش ترجع تاني بالسلية لتحت لان السلية حتى لو بيضيع فرص لكنه قدر يخلق من خلال تقدمه وتواجده في منطقة الخص بيحقق لك فكرة الكسافة العادية اللي بتدي اختيارات كتير للمهاجمين فبالتالي قدرتك على توليد الفرص بتبقى اعلى فانا اتمنى نحافظ على المحورين دول انني السلية ادوارهم الهجومية والدفاعية وقدرتهم على الرابط بين الخطوط كانت مهمة جدا عشان كده انا بشوف ان هم بقاقهم في اماكنهم مهم ومهند لشين يبقى تحت يوم لكن فكرة ان انت توعيد السلية مرة اخرى للخلف انا بشوف انه هايخلق خلل وان ما فيش حد قادر يعوط ادوار السلية في مركز التمانية وهو لو قرر يعمل ده هيكون عبدالله السعيد الاقرب انه يبتدي احنا بانتدار طبعا اعلان عن تشكيل منتخب مصر وفي كل احوال احنا اتمنى طبعا فوز منتخبنا وانتمنى كمان زي ما كنا نتكلم انا وانت حسان في البداية انه اهم حاجة ايا كانت بقى التشكيل هيبقى فيه مين تبديل وتوفيق دي قصة لكن اتمنى فعلا الحفاظ على روح الفريق وايضا على ان احنا ندعم فريق وفريق مصر عفوا المنتخب مصر ونفضل دايما وراه يعني لاخر المشور ده اكيد طبعا